بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخوانا المهندسين والمهتمين بشؤون البيوت المحمية اهلا وسهلا بحضراتكم النهاردة باذن الله تعالى هنتكلم عن عائلة الزبول في الحقيقة عائلة الزبول انا بعتبرها اصدقائي واجريت معهم حوار وسميت الحلقة بانه هي حوار مع اصدقائي عائلة الزبول كما اجرى المبدع الدكتور مصطفى محمود حوار مع صديقه الملحد فهو احنا النهاردة هنتكلم عن هنجري حوار ساخر مع عائلة الزبول لعلنا نستفيد منه السلام عليكم يا عائلة الزبول اهلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قلت له المهندس الزراعي الطيب والفلاح المسكين والمزارع المهضوم حقه الراجل دهوت انتو مزعلين له ليه وبتهدموا الزرع بتاعه قال لي كبير عائلة الزبول قال لي مشكلتكم ان كنتم مش عاملين لنا كيان واحنا اي انسان بحب يكون كبير في المكان بتاعه قلت له يا عم احنا مستعدين نعمل لك مكانة ومكانة عالية اوي بس ان تمزع عليك قال لي المزع علينا ان انتو عاملين بترشوا في التوتا ابسليوتا 24 ساعة وبترشوا في البياض وبترشوا في الندوات وعملين بترشوا في العناكب وبترشوا في الجسد وبترشوا في الهلومة جرة بتاعة الامراض بالحشرية والفطرية واحنا ما انتوش حطيني على قائمة الانصاف فعشان كده احنا بنزعلكم وزعلنا بيكون جامد لان احنا بندخل على الدور الاول في العمارة اللي هو الجدر ده اول ماشي بنبهدله وبنضمره وطالما الجدر بتاعك تضمر يبقى انت في الاكسبير ديت قلت له كلامك مزبوط جدا قال لي طب خلاص احترمونا نحترمكم قلت له عم احنا دائما بنحترم كل حد ونحترم الامراض لان هي بصراحة ربنا يعني موريان الويل فقال لي بس ده بيت القصيم يعني قلت له مطلوب قال لي مطلوب ان احنا نتعامل معاملة تليق بينا كامراض بتتطفل على الطماطم ولها المقدرة ان هي تمحي المحصول بتاعك قلت له مطلوب قال لي مطلوب تلات معاملات معاملة في المشتل ومعاملة في قبل الزرع سقاية للصينية ومعاملة بعد الزراعة باربع خمسة ايام اسبوع مفيش اي مشكلة دول التلات معاملات اللي بطلبهم منك قلت له مفيش مشكلة طيب مبيداتكم ايه قال لي اخطر حاجة عندنا لون وفورم رقم واحد شجرين المكسيم المنكط وروزليكس عندوك التوبسين قلت له انت كده ابن حلال بعد كده قال لي برضو عشان تتخلص من الشر بتاعي اه انا وعيال عمي قلت له ايوة قال لي اه يبقى لو انت استخدمت توبسين تستخدمه في المشتل ومكسيم تسقي به وتحقن بيون وفورم المهم في التلات حاجات ياريت ما تحط الناش مبيد واحد قلت له انت عداك العيب عشان ما تاخدش مناعة قال لي ايوة ادي جبته انا مش عايز ااخد مناعة فحطي لي مادة مختلفة في المشتل ومادة مختلفة وانت بتسقي الصينية قبل ما بتزرعها مباشرة وحطي لي مادة تانية تالتة بعد ما تسقي وياريت اللي انت بتسقيها دي تكون يونفورم اللي هي في الارض المستديم عشان ده اقوى قلت له انت كده ابن حلال يبا تفهمت لو انت بتعمل شتلة في المشتل ياريت تحط توبسين او ريزوليكس مع منقطة تمام اه لو انت قبل ما تزرع ياريت تحط بتسقي الصينية بتاعتها بمكسيم او تشجرين وانت في الارض المستديمة ياريت سيادتك تحط يونفورم كده تفهمت كده تفهمت قلت له لو عملنا كده قال لو عملتم كده يا عمي كلواحة تروح في حال إن صدقني ما يجيلكم اب soft ونامو حطو في بطنك بخط خصيفي الراجل انصف انصف تمام كل صد طي قلت له طيب هنعملك الحاجات دي بس اه لو جيت قال لي لو جيت انا مش هيجي لو عملت كده بس لو جيت لوحد معملش الحاجات دي هجيله قلت له تجيله وقال لي اوها جيله قلت له انت مين قال لي انا والعيلة احد افراد العائلة الكريمة قلت له العيلة بتاعتكم قال لي اخترنا الفيوزاريوم الفيرتوسوليوم الزبول البكتيري تمام الفيوزاريوم الفيرتوسوليوم الزبول البكتيري قلت له طب عرفكم ازاي من بعض اكيد انتم تشبيهوا بعض قال لي طبعا احنا بنشبيه بعض بس هديك بعض المواصفات بدل ما تروح المعمل بتاع الامراض وتبهدل نفسك انا هديك يا سيدي بعض المواصفات اللي عن طريقها هتعرف اي حد فينا جالك قلت له تمام اتفضل قول قال لي الفيوزاريوم هيجيلك في الجو الدافي نسبيا قلت له تمام وبعد كده قال لي بعد كده لو عملت قطاع قطاع طولي في منطقة الساق اللي هي جنب الجدر دي قلت له ايوة قال لي اللون بتاعها هتلاقيه اصفر فاتح قلت له اه في التطور بتاعه هيوصل لن اللون البني يمين للاصمر تمام زي الصورة اللي موجودة قدام حضرتك ده هي قلت له اه بعد كده قال لي الاصابة بتاعتنا بتاعت الفيوزاريوم هتيجي من فوق لتحت دي تاني حاجة قلت له طب والتالتة قال لي تالت حاجة هتميزني ان انا ممكن اظهر في نحية او في فرع من النبات دون الاخر تمام قلت له تمام يعني ايه الكلام ده قال لي يعني دول dictالفرع اين وقلت له اه قال لي ممكن اجي في الفرع ده هو والفرع ده لأ يعني يعني ممكن اجي في الفرع ده والفرع ده 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 لفيوزاريوم تمام قال لي كده تمام وبعد كده قال لي من مشكلتي ان انا ممكن اسبب موت وتضاور سريع جدا للنبات والموت إذا ما اتعملش بمعاملة بمبيد معين ومعاملة تكون سريعة جدا ده طلبك اللي ده طلب باقي الفيوزاريوم هيجيلك في الجو الدافي نسبيا لو عملت قطاع طولي في المنطقة بتاعة الجدر هتلاقي اللون بتاعها أصفر فاتح يتحول في الإصابة المتقدمة إلى اللون البني والأصمر بعد كده الإصفرار هيجيلك من فوق لتحت ممكن ييجي في جنب أو في فرع دون الآخر التظاهر بتاعه هيكون سريع جدا تمام طيب أخوك التاني أو ابن عمك اللي هو الفيرتوسيليوم إيه ظروفه طيب معانا قال للظروف بتاعة الفيرتوسيليوم معاكم هيجيلك في الجو البارد نسبيا هيجييني في الجو البارد والتلوه آه قال لي نسبيا والتلوه تمام بعد كده قال لي بعد كده الإصفرار هيبدأ من حواف الورقة ده هي على شكل الحرف سبعة ده من هنا هيبدأ الإصفرار الإصفرار من هنا من هنا حتة دي كده هيبدأ الإصفرار ده في الفيرتوسيليوم قال لي آه ده في الفيرتوسيليوم بعد كده الإصفرار بتاع الحزم الوعائية الإصفرار هيكون آه أصفر داكن يميل للبني في البداية بتاعته تمام أصفر داكن هيميل للبني ده ظروف الفيرتوسيليوم قال لي أيوا ده ظروف الفيرتوسيليوم تمام آه هيكون بطيء جدا في الإصابة يعني ممكن النبات يتحمله ويتعايش معه ويديني محصول بس عمر المحصول ما هيكون اقتصادي أو هو يكون آه زي المحصيل زي المحصيل اللي هي مش مصابة أو زي الطماطم اللي هي آه مش مصابة النبات هيكمل حياته بس المحصول هيكون قليل والصورة بتاعته بتكون بالطريقة دهية قلت له طيب بعد كده بقى الزبول البكتيري ده ابن عمكم قال لي آه بس اخد بالك قلت له ايه قال لي الزبول الفيرتوسيليوم وأخويا الفيوزيليوم احنا اللي بسببنا فطر عشان تكون معايا قلت له آه طب ومال الزبول البكتيري بسببه ايه قال لي لا ده من اسمه بسببه بكتيريا هو ابن عمنا بس من بعيد شوي قلت له طب الحلف ده ايه قال لي الحلف ده هو لو ظهر عندك وهو قل ما ظهر ولكن لو ظهر عند حضرتك هتلاقي النبات ينشف وهو اخضر مفيش صفرار تلاقي النبات بيموت الاصابة جت وهو اخضر النبات اخضر تمام حصل لزبول تمام زبول بكتير هو اخضر النخاع هيتحول للون البني ثم يموت النخاع ويحصل تفريغ زي العظمة كده بتاكل العظمة بتاع الحيوان بيبقى فيها نخاع جوه هو النخاع اللي انت بتشوفه في الطماطم دهوت بتتفرق وتبقى السلمية فرغة زيها زي السلمية بتاعة الفول البلدي تبدأ نعمله ايه التبقع البكتيري هو ابن عم لزم الزبول البكتيري لو جه قال لي ما يجيب لو جه لا ينفع معاه قال لي كل اللي بتتكلمنا عليه ده أمال ينفع معاه ايه قال لي مش هينفع معاه غير انك تجيب ادوية بيطرية انتيبيوتك اللي هي المضادات الحيوية وتبدأ تعالج النبات بتاعك بيها قلت له كده قال لي اه هو كده ده الفرق بينكم التلاتة قال لي الفرق بيننا احنا التلات قلت له طيب الوقاية خير من العلاج قال لي انت راجل محترم قلت له طب وقايتك ايه قال لي الوقاية بتاعتي زي ما قلت لك ولكن ما تزودش الرطوبة الارضية خل الري بتاعك اتحكم في الري بتاعك كويس قلت له وضع الري دي والدائرة دي تنفع قال لي انت كده ممتاز مش عايز اكتر من كده وزود بقى بتطور النبات معك في العمر زود للري بتاعي شوي قلت له كده تمام قال لي كده تمام اما تعمل لي بركة مية ومش عايز انا ازورك انا وعيال عمي يصدقني هنزورك وهنضرب الضور الارضي وهنهد المعبد كله ده كان حواري مع صديقنا اللي هو الزبول او عائلة الزبول وافردها فنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان احضراتكم تكونوا استفدتوا من عائلة الزبول وافردها شكرا لحضراتكم ولو في اي سؤال اتصلوا بيا اخوكم رجب الشبراء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة